موسيقى موسيقى حياكم الله أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمور حياتنا برنامج نتناول فيه سر صلاح الإنسان في هذه الدنيا وسر صلاح الدنيا مع هذا الإنسان المادة الكافية ما هي وما هي أنواعها وكيف تكون هذا ما نتناوله معا فاصل ثم نعود لكم بعد قليل موسيقى حياكم الله مرة نخى قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي من أسباب الرزق ومن أسباب المادة التي يتحقق فيها للناس أرزاق في هذه الدنيا الصناعة فتتعلق فيها مع ما مضى من زراعة ومن رعاية حيوانية ومن تجارة ونحوها لكن الصناعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام صناعة فكر وصناعة عمل وصناعة مشتركة بين الفكر وبين العمل لأن الناس ها هنا يتميزون في ذلك فأي عمل كان فيه فكر أدق كان أجره أكبر فأشرفهم نفسا متهيئ لأشرفها جنسا كما أن أرض لهم نفسا متهيئ لأرض لها جنسا لأن الطبع يبعث على ما لا أمه ويدعو إلى ما جانسه كل له طبعه وكل له شاكلته كان يقال أن الإسكندر لما أراد الخروج إلى بعض البياد البعيدة قال لأرصت وأرصت كان من فلاسفته الذين عنده قال له أخرج معي فاعتذر له أنه قد كبر قال قد نحل جسمي وضعفت عن الحركة فلا تتعبني في ذلك قال فما أصنع في عمالي خاصة العمال الذين كانوا أمراؤه الذين تحته فما أفعلوا فيهم قال انظر فمن كان له عبيد فأحسن سياستهم فوله الجند لأنه عرف كيف يسوس الرجال ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها الضيعة التي هي مثل المزارع ونحوها فأحسن تدبيرها فوله الخراج لأن هذا عرف كيف يسوس الرجال وهذا عرف كيف يستخرج الأرزاق والزراعة فنبهه إلى المناط من التعامل من عرف كيف يتعامل مع الناس عرف كيف يسوسهم ومن عرف كيف يتعامل مع الأرزاق ومع الداخل ومع الخارج عرف كيف يستخرج الناس ويقيم الأموال وأشرف الصناعات صناعة الفكرة التي هي فيها الذهن وقاد وفيها العمل وأرذلها العمل الذي لا فكرة فيه أحيانا يوجد نوع من الأعمال لا تفكير فيه ولا مهارة فيه هذا يعتبر أرذل ما يكون لكن الفكر العمل كلما زاد فيه فكر ونظر كلما كان أكبر وكلما كان أشرف من الآخر طيب صناعة الفكر تنقسم إلى أمري ما وقعت على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة كسياسة الناس وتدبير البلاد ونحو ذلك وهذا هو أشرف ما يكون وليس كل يحسنه والثاني ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية التي هي العلوم البحتة وهذا ما يعرف فيه من مهندسين ومن غيرها لأنها قواعد نظرية لا بد أن يعرفها من صفى ذهنه في ذلك هذا في مسائل الصناعة الفكرية والصناعة العملية تنقسم إلى عمل صناعي الذي فيه رتبة من العمل وفيه رتبة من التعلم ليس كل يتحقنه ليس كل يعفه بل فيه مهارات لا بد من أن تتقن فهذه اختلطت بعمل مع فكر فهو صناعة أرقى والثاني الذي كانوا لا يأثيمونه وكانوا يسمونه العمل البهمي الذي هو عمل لا فكر فيه أبدا لا فكر فيه أبدا بل يقتصر على نقل شيء من هنا إلى هنا يدفعه ادفع كذا أو اضرب كذا هذا كله مما لا يؤبه به فهو صناعة وهو مصدر رزق لكنه أقلها درجة يقول أحدهم أحد الشعراء وَلَا يُقِيمُ عَلَى ضَيْمٍ يُسَامُ بِهِ إِلَّا الْأَذَلَّانِ وَلَانِ يَعَيُّ الْحَيِّ وَالْوَتَدُ هَذَا عَلَى الْخَسْفِ مَرْبُوطٌ بِرُمَّتِهِ وَذَا يُشَجُّ فَلَا يَرْثِي لَهُ أَحَدُهُ طيب الصناعة المشتركة بين الفكر وبين العمل تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى اثنين إما أن يكون الفكر فيها أغلب وإما أن يكون العمل فيها أغلب الفكر فيها أغلب كمثل الكتاب وأصحاب الإنشاء ونحو ذلك فهذه الصناعة لكنها صناعة تحتاج إلى فكر ليس كل يكتب ذلك ليس كل يعف أن ينشئ ذلك ليس كل يعف أن يغتبه والثانية التي فيها فكر وفيها عمل لكنه فكر محدود مثل البناء ونحوها فالبناء سيكون بهذه الطريقة لن يتغير نعم هو فيه فكر لكنه أقل من غيره فهذا يكون بمكانته فأعلاهما رتبة دائما كلما زاد الفكر كلما كان هذا أعلا رتبة مما لا فكرة فيه فكلما زاد كلما ارتفع فهذه أحوال الناس في الأرزق وأحوالهم مع تفريعاتها طبعا هذه التفريعات قديمة ولكن حتى إن جئنا إلى ما عاصرنا من أعمال ومن وظائف وجدنا أن المناطة ها هنا إن كان عمل كل يحسنه فهذا لا فضل فيه ولا يكون مزية لأحد على غيره لكن إن وجد عمل ليس كل يحسنه بل نادر من يتقنه نادر من يفهمه نادر من يقوم فيه هذا هو الكمال الذي يرفع درجته حتى يرفع أجره في الدنيا يرفع أجوره ليس أجر التعب لك مثل أجره من غير التعب فسبحان من ألهم كلا مخانته وألهم كلا ما يليق فيه طيب حال الإنسان في ذلك إذا عرفنا هذه الأسباب وعرفنا المواد وعرفنا الأعمال وهذا 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 حال الإنسان فيها لا يخلو من ثلاثة أشياء أن يطلب من هذه المواد قدر كفايته الآن عرفنا أعماله ووظائفه وكل شيء بعد ذلك تعلق الإنسان بهذه النواتج وبهذه المواد وبهذه الأرزاق الناس يختلف منهم من يطلب قدر كفايته يطلب من الرزق ما يكفيه ثم ويلتمس وفق حاجته من غير أن يتعدى إلى زيادة عليها أو يقتصر على نقصان منها هذا أحمد أحوال الطالبين وأفضلها لأنه طلب كفايته لم يقص في نفسه ولم يزاح من الناس بعد ذلك على ما ليس من كفايته فهذه منزلة تليق فيه وكانوا يقولون أن من أعطى فضل ماله فهو خير له ومن أمسك فهو شعر له ولا يلوم الله على كفاف لا يلوم أحد الله على كفافه الكفاف الذي طلب ما له كاملا ثم توقف فهذا الذي يسمونه الكفاف أما من طلب الزيادة ويريد أن يعطي بعض الناس يطلب الزيادة يريد أن يوسع الله عليه حتى يعطي يعطي أخاه يعطي صديقه يعطي ابن عمه يعطي ولده ونحو ذلك فهذه منزلة تليق فإذا طلب وأعطى كان له منزلة عليا وإن أمسك بأن لم يعطي فهذا هو البخل وكان شررا عليه وكانوا يقولون فيما يوروى عن محاوية ابن حيدة قال قلت يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا قال ما سد جوعتك وستر عورتك فإن كان دار فذاك وإن كان كذا ونحو ذلك مما يكون في هذه المطالب فإن الإنسان يأتيه أرزاقه إن طلبها في ذلك حكى عن ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا أن كل من يملك بيتا وزوجة وخادما فهو الملك لماذا؟ لأنه أصبح مكفيا فالحمد لله على نعمه والحمد لله على ما أعطاه الحديث في هذا يطول ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى لقاء آخر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة